حياكم الله مشاهدين الكرام الجديد وما زلنا مستمرين معكم في فقراتنا الصباحية لهذا اليوم مشاهدين رياضة الرماية بالقوس والسهم من الرياضات التي يعود تاريخها لوقت قديم جدا حيث بدأ الإنسان يستخدمها للصيد ومن ثم تحولت إلى رياضة مختصة لها قواعدها وأدواتها الخاصة وما يميزها أكثر عن باقي الرياضات احتياجها للدقة العالية والتركيز من اللاعب للحديث مشاهدين أكثر حول هذه الرياضة نرحب بضيفنا الأستاذ محمد يحيى السركال لاعب قوس وسهم أهلا وسهلا صباح الخير صباح النور والسرور كيف الحال؟ الحمد لله وخير سرتي الحال حياك الله أشوف ما شاء الله هذه الأدوات الموجودة وحجم السهم الكبير يمكن نشوفها على الشاشة بشكل مخالف لكن على الواقع نشوفها بحجم الحقيقي ما شاء الله في البداية نوضح لسادة المشاهدين فكرة عامة عن هذه الرياضة وقوانينها كيف تصفها رياضة القوس وسهم؟ رياضة القوس وسهم تعتبر أغلبها ذهنية فهي تعتبر على الصحة النفسية على صحة الجسم بشكل عام فعندت وائد أشياء يعني بس هو أي حد يقول لي أنت شو رياضتك أقول له قوس سهم يقول لي قوس سهم يروح باله على الخشب القوس الخشب صحيح هاي الفكرة المتداولة هاي هاي الفكرة العامة فيعني مثلا قبل كانوا يستعملون القوس وسهم في الحروب حتى في الصيد صحيح يصنعون يدويا هاي يدويا بنوع معين من الخشب من الخشب ونوع سهم في طرفها تضاف يعني نوع من القطع الحادة هاي ومرة يستعملون بعد اللي هو في الصبستاني من السهم اللي هو الريش الريش نعم يستعملون اللي هو كان قبل الريش الدياي يستعملون فحاليا لا الأمور طورت وايد القوس عندك اللي هو الخشب هذي ما زال من الخشب ها ما زال من الخشب أمني هاي هاي فهاي تعتبر القطعة كاربون فايبر خلاص يعني موضوع التطور التطورة هاي فاستوات حديد وكاربون فايبر وعندت هاي الأشياء اللي هي الأسقال وعندت السايت وبعد هاي القطعة اللي تدام ما شاء الله أستاذ محمد دخلتنا في تفاصيل نحن بنتخل يعني في خطوة خطوة نوضح للسادة المشاهدين ما شاء الله أشوف الحماس حبك وشغفك يعني واضح في هذه الرياضة وهذا الشيء اللي يخلي الشخص يتميز دايما في أي مجال كان حبه وشغفه وتعلق بهذا الجانب الذي يهتم فيه واليوم أنت اهتمامك في القوس والسهم والسهم في البداية ما هي الأجزاء أو كم قطعة يتكون منها اللي بيلعب قوس وسهم ما هي القطعة التي يحتاجها القوس مثلا والسهم فقط أم أن هناك أمور أخرى بشكل عام القوس وسهم موجودين أهم شيء كيف أنت تكونين نفسك تكون عندك صحة بدنية بشكل عام يعني أنت لو تمين تتمرنين قوس وسهم في الشارجة عندك عندك اللي هو نادي الشارجة الرياضي وللبنات فيه اللي هو نادي السيدات ما شاء الله هذا أول شيء عندما تتمرنين النادي يرحب بالكل صحيح فأنت تجهزين نفسك وتسيرين هناك مرة تبين أغراضك وتجهزين نفسك وهم يعطونك كل شيء ما شاء الله الواحد بس يعزم ويتوكل على الله وهم يقومون بالواجب يحتضنون هذه المواهب الجميلة كانت لك قصة في البداية واليوم ما شاء الله شخص متمرس في هذا المجال لكن كانت لك بداياتك وتحديات واجهتك حتى أتقنت هذه اللعبة فكيف تقصت لنا قصة البداية كيف كانت؟ في البداية أنا كان عندي فكر ثاني يعني يوم مثلاً ربيعي قال لي أن في نادي الشارجة وفي رياضات غير كرة القدم في رياضات شو الرياضات؟ عقوب ييت وراواني الشباب راواني الرياضات في منها المبارزة توقع والرماية وفي منها القوس والسهم وفي رياضات متنوعة لكن أنت خترت القوس والسهم بداية كنت داشت هنا كتجربة بس عقوب يوم أنا دشيت البطولات وشفت الجو وشفت المنافسة الموجودة بين الشباب هناك بين الأندية حبيت اللعبة؟ ويد عيبني الموضوع ويد بشكل طبيعي فعقوب مع الوقت بديت أتمرن 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 لما وصلت له المستوى؟ ما شاء الله اكتشفت أن أنت لك موهبة في مجال القوس والسهم ولكن مثل ما ذكرت للشخص ما يكتشف هذه الموهبة إلا من خلال التجربة بالضبط جميل من النقاط المهمة التي يحتاجها لاعب القوس والسهم ذكرت التركيز العالي والدقة العالية لأن هناك هدف الهدف اللي يمكن ظهر قبل شوية على الشاشة لمستويات كلما اقترب من مركز الهدف كانت النقاط عالية هل هناك قوانين لهذه اللعبة؟ هي قوانين من أي ناحية لأنه في عندك في البطولات وتختلف القوانين باختلاف مستوى اللعب فيه وعيد قوانين ثابتة اللي هو يوم عند الرماية الأساسيات هي عند الرماية ما تقاطعين اللي يرمي ما تتولفين يوم ما تكلمين أبدا لأن رياضة القوس والسهم يحتاج لتركيز صحيح فأنت لو رحتي وكلمتي شتت الأنسبة شتتين هاي أول قاعدة عندك القاعدة الثانية ممنوعة تمرين بالجدام الشباب وهم يرمون صحيح لأنه خطر والقوس والسهم مبشي خفيف فيعني نحن حتى عندنا قبل ما دي شن ملعب عندنا لافتة ممنوعة تمرين بالجدام جميل حتى في البطولات الأمن والسلامة بالضبط هذه الأمن والسلامة المسافات تختلف المسافات تختلف بس التكنيك ثابت مهى يعني عندك من العشرة متر لين لسبعين متر تختلف المسافات بس التكنيك ثابت مهى وين التحدي في المواصفين الزين دائما النتكنيك ثابت يعني أنت تسوي النافس الحركات عشرة متر ثلاثين خمسين سبعين صحيح هاي أنت تسويين يعني نفس الحركة التركيز والمنافسة تنسيت هالأشياء فأنت مثلاً أنت حين تتدربين في الأيام العادية بس يوم تدسين في البطولة تكتشفين أن كل شيء يضع لأن الحماص والتوتر هاي الحماص والتوتر فبشكل عام يعني لكن المتمكن استاذ محمد يخلي ذهنه حاضر بقدر المستطاع ما يشتت تركيزة حتى يستطيع أن يتقن ضربة وتكون تصيب الهدف بشكل مباشر نعم ما شاء الله عليك يعني دخلت في الكثير من البطولات والمسابقات حدثنا عن هذه الإنجازات داشت اللي هو عندنا بطولة الدوري عن زين فالموسم اللي طاف اللي قبله لأن الموسم اللي طاف كنت في الخدمة الوطنية فصعب عليه أن كنت أحضره الله يعافيت فصعب أن كنت أحضره البطولات بس أقدر كلمت عن الموسم اللي قبله لطاف كان موسم في منافسة بيني وبين الشباب الموجودين سواء كان نادي الحمرية نادي دبا ما شاء الله فكان في وعد منافسة على المستوى المحلي على المستوى المحلي شو بعد شفنا لقطات قبل شوي لو نرجع نستعرضهم علشان تشرح لنا شو اللي نشوفها على شاشة من خلال مشاركاتك ربما التدريبات كذلك التي تقومون بها إلى أن تطلع لنا اللقطات نستعرض هذه المعدات الموجودة الآن معنا السهم والقوس أوكي عندنا أول شيء هذه هذه الآداء هاي قاعدة لا هاي مون قاعدة هذه أسقال عشان تثبت القوس لازم يكون فيه ثقل يعني وزن معين هاي فكلما زاد ثقل عنده تهني هذا واحد اثنينة وعنده الأحمر اللي تدام هاي كلها أسقال هنزين عقب عنده تهني هاي القاعدة فايدة الأسقال أستاذ محمد لزيادة الثبات هاي زيادة الثبات جميل هنزين وعقب عنده تهني الوتر عنده تسايت هذا نفس الشيء أسقال وعنده تهني الأرارست وهذه مثل الزاوية التي ينظر من خلالها اللاعب هاي اللي هو سايت أو المنظار منظار منظار مصغر يركز من خلاله للمسافات البعيدة حتى يركز على الهدف بشكل أكبر بالضبط هل الأسهم تختلف أشوف فيها ألوان مختلفة هاي نكات هو نفس الأسهم بس أنه نكات غير اللون بس مجرد أنا عندي أسهم ثاني اللي هي بس فنجهز حق بطولة باتر أنا باتر عندي بطولة ما شاء الله بالتوفيق إن شاء الله فأنا ما أقدر تعيب الأسهم المرتبة لأن الكابتن ياسي يشتغل عليها هل لكل مسافة مثلا نوع معين من الأسهم يعني هل الأسهم أصلا أنواع أم أنها نوع واحد عنده هاي ستميو ستين إذا ممكن ننطلع واحد نشوف طرفها كيف هذا هو هذا يسمونه هان نوك نزين وهار ريش نزين وقب عندكها عندك هالقوة هاسهم ستمية وستين نزين وعندك الأسهم اللي نحلع فيها في البطولات اللي هي سبعين متر يسمونها الأكستين وهي غالبا تكون من كربون فايبر نفس الشي ما شاء الله إذن لكل نوع معين منه المسافة أو المسابقات يختلف السهم هو مبشط على المسافات بس اللي هو على خبرة اللاعب خبرة اللاعب إذن للمبتدئين نوع معين والمحترفين كذلك نوع معين اللي بادي اللي حاب يدخل في هذا المجال الآن ربما أحد من الشباب أو الأطفال ناشئة يسمعنا وتحمس للعب وحاب أنه يستكشف هذا المجال ما هي الخطوة الأولى التي يجب أن يدرب عليها؟ نفس ما قد في البداية إذا هو يبغي يقدم إيه عندنا النادي وإن شاء الله الكباتن يعني والإدارة ما بيقصرون إياه أما إذا يبغي يبدأ ويأنا إيه بنفس رياضي يكون يعرف يسخن التمرينات الورم أب وها الأشياء وعقب نحن من هناك بنبدأ نعلم حبة 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 لهم ما شاء الله هناك مستويات يعني يتدرج في هذه المستويات إلى أن يوصل مرحلة الاحتراف بلضبط في هذا المجال وكل المجالات ربما لا بد أن تكون هناك تحديات أستاذ محمد فهل واجهتك تحديات خلتك يمكن أن تصر أكثر وتلتزم أكثر وتعاند نفسك أكثر حتى توصل لبعض الإنجازات؟ في البداية يوم كنت أشوف الشباب يدسون البطولات ويلعبون يعني أنا كنت أدشي إياهم بس كان مستواي غير يعني هم كانوا ما شاء الله يدسون ويبون ميداليات فأنا يعني أنا كان عندي هال كنت أنا أبغي يعني أقول ليش هاي يدسون يبون ميداليات وأنا ما دس صحيح وأنا دس وما أطلع بشي فعقب بديت أشتغل عن نفسي مبس في النادي حتى في البيت ما شاء الله أرجع البيت أشتغل بالأستك نحن لدينا شيء اسم أستك المطاط يعني؟ المطاط بالضبط نعم البعض يستعمل حق تمرين الريول بس نحن غالبا نحن نستعمل حق الإيد تقوية عضلات معينة تقوية عضلات الإيد سيد محمد لفتني هذا الموضوع يعني هناك عضلات معينة يجب أن يركز على تقويتها اللاعب بشكل أكبر لأنه يستخدمها بشكل أكثر بشكل عام أنت أي رياضة لدي شيء لازم تبنين جسمك لازم يكون عندك رياضة لازم يكون عندك عضلات في كل الجسم نعم ونحن غالبا في البيت نتمرن ما نركز على عضلة معينة إلا للسكبولة اللي نحن نستعملها أغلب شيء في الرماية يجب أن يحافظ على يمكن يستخدم أكثر شيء ساعد اليد بشكل كامل بشكل كامل يعني؟ في رياضة قوستام أنت يستعملين كل العضلات وهذه الشنطة أو الحقيبة الخاصة لحمل الأسهم لو نستعرضها يعني هي مثل الحافظة للأسهم وكذلك؟ نحن نسميها كويفر بالعربي حاملة أسهم طول الوقت تكون على ظهر اللاعب؟ لا مو بعد ظهر على الخسر على الخسر هي تلحط على الخسر اللي تلحط على الظهر هاي شيء يستعملون حق الصيد غالبا يعني فتختلف يعني ما شاء الله نتمنى لك صراحة توفيق أستاذ محمد يعني هذه المعلومات نستكشفها معاك اليوم خلال خبراتك وننقلها لأسادة المشاهدين وإن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق غدا في البطولة وإن شاء الله تحقق الفوز والميداليات والمراكز الأولى إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق وسعيدين بحضوركم ومشاركتنا هذه المعلومات كل الشكل أستاذ محمد يحيى السركال لاعب قوس والسهم شكرا جزيلا شكرا جزيلا